تعالوا مع حضراتكم نشوف عنوين الصحف العالمية قالت ايه من خلال المحترفة يلا نبدأ في الصحف العالمية طبعا هنبدأ بعنوين صحف ومواقع ريادية كبيرة جدا جدا يا ترى قالت ايه في الايام اللي فاتت نبدأ بأيس الأسبانية طبعا اللي كتبت على غلفها نستمر في الأجازة اهتمت هذه الجريدة بهزيمة ريال مدريد أمام ختافي وكتبت أنشلوتي ينتقد بعد الهزيمة أمام ختافي وختافي يفوز بهدف عن طريق أونال بعد طبعا خضأ فادح من ميلتو المدافع المدريدي كتبت كمان أنه فينسيوس طبعا يغيب عن الفريق الملكي الأبيض وهزرد يبدأ على مقاعد البودلاء لسه في أسبانيا مع جريدة ماركا الأسبانية اللي كتبت ريال مدريد يبدأ عام 2022 بهزيمة صعبة من ختافي اهتمت الصحيفة بتصريحات طبعا أنشلوتي المدير الفني لريال مدريد اللي قال من خلالها يوما آخر في أجازة يعني هما طبعا تعليقا على الأداء السيء كانت ريال مدريد اتهزم من ختافي 1-0 طيب من أسبانيا نروح سريعا لإنجلترا وجريدة الصن الإنجليزية تحديدا طبعا من بريطانيا ركزت هذه الجريدة على أكيد تعادل شيلسي وليفر فول 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز واحتجاج أزب الكويتا على التحكيم بشأن طبعا يعني الفاول أو ضربة من ساديو مانيه في خلال أول المباراة كمان تحدثت الصحيفة عن أزمة توماس تخل مدريد شيلسي يعني أزمة كبيرة جدا ما بينه وما بين المهاجم البلجيكي طبعا لوكاكو وكتبت تخل سيجري محادثات صعبة مع لوكاكو طبعا إصر التصرحات طبعا لوكاكو الأخيرة طبعا وانتقاضاته الكبيرة جدا لوكاكو لتخل المدير الفني لتشيلسي كمان اهتمت الصحيفة بتصرحات مدرب المان يونيتد عن كافاني زي ما قلت لحضراتكم وانه طبعا رالف آل كافاني لن يرحل لأي مكان ده على مستوى انجلترا على مستوى فرنسا وصحيفة لكيب الفرنسية اللي ركزت طبعا على اللقاءات دور الـ 32 لكاس فرنسا وكتبت عن تأهل طبعا أولومبيك مارسيل على حساب شوفنييه 3-0 وعن تأهل طبعا نيس على حساب رين بضربات الترجيح كتبت عن هذه الجريدة ابتسامة طبعا بتأهل بالستة طبعا على حساب كليريمون فوت بنتيجة 0-2 وطبعا على ده كان على مستوى طبعا دور الـ 32 في كاس فرنسا طيب نروح من فرنسا نروح سريعا لإيطاليا وجريدة كوريديل سبورت اللي كتبت تحديدا طبعا جريدة كوريديل سبورت ركزت على أزمة المهاجم البلجيكي لوكاكو ومدربه الألماني توماس تخل في تشيلسي وكتبت تخل أبعد لوكاكو كمان تحدشت عن أزمة كاس السوبر الإيطالي وكتبت الإبقاء على موعد كاس السوبر الإيطالي يوفينتوس ضد الجميع الصحيفة كمان اهتمت بنابولي ومدربه سبالتي وكتبت استهزاء القدر بسبالتي اهتمت كمان بأخبار سوء الانتقالات وإصابة ليون ميسي بفيروس كورونا ده كان على طبعا الصحف العالمية وطبعا متابعتنا للصحف العالمية وعنوين الصحف الكبيرة على مستوى كورت القدم هنروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نستقبل دفنا النهاردة الناقض الرياضي والمتمرس في الكرة العالمية أحمد نجدي عشان نتكلم معاه على نقاط كتيرة جدا منها طبعا منتخب مصر كمان منها الدوري الإنجليزي تقلق محمد صلاح في مباراته أمام تشيلسي وكمان نتكلم على الدوري الأسباني ريال مدريد وبرشلونا بعد الفاصل